ضربة قوية للاقتصاد البلاد مع انهيار أسعار الذهب الأسود النفط ملف آخر ومعقد نشكل تحدياً أمام الحكومة إضافة لأزمة تشكيلها من جهة وتداعيات ارتفاع الإصابات بكورونا من جهة أخرى فهذا الانهيار قد يضيف عجزاً جديداً للموازنة العامة وتخوفاً من عدم تأمين رواتب الموظفين لمدة خمسة أو ستة أشهر الآن أمام الحكومة شيئين عليها أن تعمل بشكل عاجل وتشكل خلية أزمة على مستوى عالي لعادة صياغة الموازنة وسحب القانون من البرلمان إعادة صياغته وفي شكل الإسعار الحالية والواقعية الشيء الثاني يجب البحث عن وسيلة لمواجهة هذا العجز هل ستتم بالاقتراض؟ ألمن أنه أصلاً الموازنة العراقية لها مديونية بحدود 120 مليار فالاقتراض سيفاقم هذه المديونية الشيء الآخر قد يتلجأ إلى سحب مبالغ من البنك المركزي الاحتياطي النقدي هذا أيضاً له محاذير لأنه ستنهار قيمة العملة وبالتالي يصعد الدولار وتأثر على حتى حياة المواطنين والحركة التجارية وبما أن العراق يعتمد أساساً في إراداته على النفط فعلى هذا الأساس تقدر موازنته إذ إن عام 2020 اعتمدت فيه الموازنة على سعر 53 دولاراً للبرميل الذي وصل سعره اليوم إلى 33 دولاراً للبرميل الواحد ما يعرض البلاد انهيار وكساد اقتصادي سيلقي بظلاله على الوضع العام بدون الموازنة لا يمكن أن يتم تسيير أي عمل صحيح هناك مبدأ الواحد على الثلاث عشر ولكن الذين يقولون بأن تقديم الميزانية ليس من صراحيات حكومة تصريف الأعمال مخطئون بالضبط الميزانية واجب عليها لكي تتمكن من تصريف الأعمال بيانات اللجنة المالية النيابية تؤكد أن موازنة العام الحالي تقدر بنحو 162 تريليون دينار عراقي وبعز يقارب أكثر من 48 تريليون دينار عراقي متجاوزاً العشرين تريليوناً عن قيمة العجز في الموازنة السابقة والتي قد تؤثر على حصة نسبة الإقليم منها مع تداعيات خفاض أسعار البترول العالمي موازنة معطلة وكساد اقتصادي يلوح في الأفق فهل ستتمكن الحكومة المعطلة من تأمين رواتب جيوش الموظفين فيها من أربيل بشير الحسن أنات الفلوجة